واروح لأهل مدينة نصر النهاردة كان الحقيقة فيه اجتماع مجلس إدارة طبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب في الأهل مدينة نصر وبمناسبة الاجتماع كان فيه كمان افتتاح إضافة جديدة بيضافها النادي الأهلي للبنية تحتها مش بس في النادي الأهلي أو في فروع النادي الأهلي لكن للرياضة المصرية واحدة من الرياضات اللي بشوفها قادمة بقوة وتقدر تراهن عليها في المستقبل وبقى فيه حتى على مستوى العالم بطولات كبيرة جدا بتقام الكلام على رياضة البادل اللي اللقطة اللي حضراتكم بتشوفوها افتتاح كابتن محمود الخطيب رئيس النادي العمري فاروق نائب الرئيس مرتاجي طبعا أمين الصندوق وأعضاء مجلس إدارة كلهم كانوا حاضرين حتى كان فيه جيم لطيف كده هتشوفوه كمان شوي على الشاشة اتلعب في ملاعب البادل إضافة زي ما قلت لحضراتكم ومع الأهلي توقع بقى أن يكون إن شاء الله بإذن الله أتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه الرياضة دي لأن أنا براهن عليها بشكل كبير والعالم كله براهن عليها وانتشارها في مصر في الفترة الأخيرة حجم الإقبال عليها من الشباب رياضة لطيفة جدا للي ما شافهاش أو اللي ما يعرفهاش قبل كده هي رياضة ميكس كتا تقول إنها بين التنس والسكواش في نفس الوقت ملعب تنس بس صغير شوية مضرب مختلف إلى حد ما مضرب خفيف الوزن أقرب لأنه يكون مضرب راكت كحجم لكن الماتيريال بتاعته أشبه بالفوم ظهر الملعب من اليمين ومن الشمال أو من الطرفين يعني بيبقى الزجاجي زي السكواش بيسمح للعب بيمارس اللعبة إنه كرة لو وصلت للإزاز ممكن ياخدها مرة تانية قبل ما تلمس الأرض زي السكواش بالضبط لكن معظم قواعدها بتتشابه مع التنس بشكل كبير وأعتقد إنه الأقبال عليها في الفترة الأخيرة بيقول إنها رياضة وعيدة جداً أتمنى إنه بصمة الأهلي عليها النهاردة تكون بتقول إنه مصر دخل الرياضة دي بقوة ونشوف أبطال وبطلات ما فيش رياضة دخل فيها النادي الأهلي إلا ما أقدم لمصر الرياضة المصرية أبطال وبطلات جدد فبالتأكيد طبعاً إضافة جديدة ونتمنى إنها إن شاء الله تنتشر على مستوى الفروع كلها الأهلي شغال كل يوم في حاجة جديدة فيه افتتاح جديد على كل مستويات فيه إنجاز رياضي فيه إنجاز إنسائي إنجاز اجتماعي كل ده ملفات الأهلي حطتها وبيشتغل فيها بالتوازي مع بعض عشان كده الحقيقة بنهني طبعاً أعضاء فرع مدينة نصر بافتتاح ملاعب البادل النهاردة وإن شاء الله بإذن الله نشوف أبطال جدد قريب جداً على كل أحوال يهمنا جداً طبعاً متفقلين وقلقانين يعني يعرف الميكس اللطيف ده إنك متفائل جداً إن شاء الله بعد العرض الكويس المحترم اللي قدمته لعبتنا في ملعب القاهرة آه عارف إن إحنا كنا عايزين عرض أقوى من كده كنا مستنيين أكتر من كده لكن في النهاية النتيجة بتقول إن إحنا وصلنا للهدف وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله قادرين نحسم التأهل في دكار لكن في نفس الوقت قلقانين لأنه منتخب السنغال مش من المنتخب السهل أبداً ولا المنتخب الهين منتخب عنده قدرات كبيرة جداً وعنده لعيبة على أعلى مستوى نتمنى بس إن التوفيق يكون معنا ونقدر نغطف إن شاء الله بإذن الله ماتش بكرة شايف إنه هدف في ملعب السنغال يقربنا كتير جداً 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 من حسمة بطاقة التأهل ويصعب قوي قوي سيناريو المباراة على فرقة السنغال نتمنى إن شاء الله نكون موفقين في ده يهمني أسمع رأيكم طبعاً بما نتكلم عن المباراة الأهم على مدار السنة دي كلها المصر والسنغال توقعتكم لنتيجة مباراة بكرة على صفحاتنا طبعاً على السوشيال ميديا أسمع رأيكم متفائلين زي ونفسوكم إن شاء الله بإذن الله منتخبنا يحقق نتيجة إجابية بكرة ولا التشاؤم يغلب عليكم لو متشاؤم ما تسمعنا الصوتك لكن لو متفائل خليني أسمع كده منتخبنا هيعمل إيه بكرة إن شاء الله مع السنغال نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا وندخل في التفاصيل مع حضراتكم فاصل ونرجع لكم على طول اشتركوا في القناة